السلام عليكم. رأيكم في طفاية السجير دي. حبة رعب كده شوية. لو عجبكم الفكرة وحسنها من طرقها ممكن تعملوها. طبع معي الفيديو من الاخره علشان تعرفوا الطريقة وتعرفوا تفاصيل كتير عنها. كمان لو انتو لسه مشتركتوش في القناة نزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس اشيوصلكم دايما كل جديد. تسجدوش تعملوا لايك اش نشجعوني. معاكم تسبيح. يلا نبدأ الفيديو. اه تلوتي ايه معنا الحاجات اللي احنا هنستخدمها. اه طبعا اهم حاجة عندنا وهو العضو الرئيسي بتاعنا هو الالب الفضيع دوات. الالب ده انا جبته من عليك سبراس. هحط لكم اللينك بتاع فالديسكيبشن بوكس اللي هو صدوق الوصف. توصلوه ازاي? انت ريمو سلة صغير بيبقى تحت عنوان الفيديو. تقدروا تقصروا. شايفين الالب مليان تفاصيل وديتيلز مش طبعية. بس سراع الالب كبير اوي. اوي يعني اخد كمية كتيرة. هحكي لكم في الموضوع ده واحنا ماشيين في خلال الفيديو. طبعا هي بما انا كمان اللي انا بوفره لكم في قطر. الناس المكيمة في قطر تقدر تاخد الريزن ده مني لو هما محتاجين. هلوس. كمان الميزان مع العلق الخشب. الكوبايات البلاستيك. اللي طبعا واللع والهوت ايرجان اللي المتوفر عندكم كمان. العضو الجديد معينا بقى النهاردة هي الفرش. لان الاساسي عندنا في الشغل بتاع الطفاية دي هيبقى الالوان المايكا ان احنا هنلون الشغل قبل ما نحط فيه الرزن. ودي كانت اول مرة لي اتبع التكنيك ده. عشان كده عملت في برضو حبت غلطات وهقول لكم رأيي فيها واحنا ماشيين مع بعض. خلاص. اول حاجة بنعملها ان احنا بنشقلب القلب دوت. خلاص. عشان نقدر نلون التفاصيل بقى بمزاجنا جدا. فانا جايبة قدامكم الوان مايكا والوان ميكا وفرش احجام ونوية اعود بها. يعني كنت تبصوا انا كنت ناوي بطلع حاجة تانية خالص. اا كنت ناوي اعمل الوان معينة كده في دماغي. بس طبعا في الاخر انا عاوزيها غوانة. لان هي طبعا الجوزي مش ليا. اا يمكن ان شاء الله يارب بعد ما يطفي السجار في الدفاية زي يبطل السجار خالص. فانا كان الهدف كله ان انا في الاخر اعمل الوان غمئة بس انا كنت بفكر ان انا اعمل الجماجم والعظم والحاجات دي فواتح. انا كنت بفكر ان انا اعملها في الابيضات فواتح فاغين. اا فتب يعني العظم الناس حقيقي وكده. بس للاسف انا ما اخدتش بالي من حاجة. بس قبل ما اقول لكم اخدتش بالي من ايه. خدوا بالكم من النقطة دي. اا زي ما انتم شفتوا تلاتي انا كنت بلون حتة معينة. فطبعا الالوان مايكا كنتو عارفين بتجري بسرعة قوي فهي نطورت على بقية الالب. فنقدر نمسحها ازاي كنت معايا تلوقتي سولو تاب بحاول اشد بيه اللون. قبليها كان معايا اا ودانا وحطيت فيها اا اسي تون وعملت بيها ممكن كمان وايبس وتعملوا بيها المهم ان سهل جدا ان احنا نطلع بقايا الالوان اللي هي بتنتشر يعني. بس طبعا نخدوا بالكم من الموضوع ده لان الوان المايكا بتنتشر بسرعة قوي. فناخد بالنا من الحتة دي. زي ما انتو شايفين تلوقتي انا بدأت اعمل الجونجومة والعطم بالابيض المايكا. النقطة الغلط اللي انا ماخدتش باني منها بصوا من كتب ما انا كنت فرحانة ايزا الالب ده اخيرا نجيه طب يلا اشتغلوا. اكوش عامل حسابي خاصة ان انا اشتغلوا. بس هو مجرد مجيه هنقولت لازم اعمله بقى وعملكم فيديو وقلقهم وفاجأ الجوزي وكده. بس الصراحة ما جيش في مخي ابدا ان الابيض المايكا هيدي على الاسود مفدد. مش هيديني ابيض. فيعني كان المفروض ان انا مسلا اعمل ريزا ابيض ووزعه في الاماكن اللي انا عايزها مبيضة. وبعد كده اشتغل عليه بالاسود. بس من كتر السربعة اللي انا على طول في كل الفيديوهات بتاعتي اه متسربعة. للاسف ما جات ليش الفكرة دي. ولان زي ما قلت لكم انا اول مرة اعمل التكنيك بتاع الوان المايكا ان انا اجيب قالب والوين والوان مايكا وبعدين اصب فيه. فاول مرة اتحطف الموضوع دو فما خدتش بالي ان الدنيا هتبغم اكده. يعني انا حتى بعد مخلصت التالوين بتاع القالب. هتقول يا ده هيطلع الوان مترقعة فتحة يعني مش هتبه مناسبة الجوزي نو يشرب فيه يعني ياخده في شغله او كده. فلا يعني تلع الدنيا تانية خالص تلع تغوينة. هي الحمدلله ان هي الوانها غمق اعجب الجوزي بس انا كنت حتى في دماغي حاجة تانية. انا كنت عايزة فواتح وتحس ان هي بجد عطم ناس محطوطة وكده. اي يعني موعدكمش قوي ده انا ممكن اعمل التجربة دي تاني واعمل الفواتح وكده الا لو جالي اوردر. اه لان هي الصراحة اخدت ريزن كتير قوي يعني الطفاة دي واخدها متين وخمسين جرام. اه متين وعشرين. متين وعشرين جرام ريزن. فالصراحة يعني زيها زي صانية صغيرة. فناعمل صانية افيتية. مش هارفة بس. اه اخدت كتير. اه ان انا اعملها الجوزي دي اوكي تمام. بس التانية بقى اللي انا اعود اجرب فيها الوان هعمل بها ايه فاهمين? اه ففي حالة ان جالي اوردر ان شاء الله اعمل الفكرة اللي بقلكم عليها دي هزا بحلوة قوي. لو حد عنده القلب يجرب الفكرة دي ان شاء الله هتطلع نكحة وحلوة. بس زي ما قلت لكم ان لازم تتاخدوا بالكم ان تحطوا ريزن يدي الدرجات اللي انتو حطانها شوية. اوكي? اه بس انا دين يا هو بوزع الالوان اللي هي عيني كنت متخيلة حاجة تانية خالص. ده عايز اولوك انا هتقلو من العينين بتاعت جمجمة جمجمة من الزغانتاتين اللي على الاطراف. بس عارفين بقى في حاجة تانية ان انا مش هسيب القلب ده كده يانين. ايه هركنه? اساسا بصوا قطعة فنية. والله اللي عاملين القلب ده تعمه جدا جدا من كتر التفاصيل الفضيع اللي فيه. بس هو لو كان بياخد حبة ريزن زغيرة كان الدنيا فرقت السراح. بس انا فكرت ان انا اكيد مش هقف عند هنا. انا هستخدم اه الكطع بتاعته دي. يعني ممكن استخدمه في السلصال حراري اساسا وعمل منه جماجم وحاجات يحطها على مجات. ما يدورش يعني. وممكن كمان اعمل اجزاء منه فيها الرزن. واخدها. يعني هل مسلا لو راحت يقدر يعمل الاعدة اللي هي بتاعت الجمجمة كبيرة دي بس رزن. وما يستخدمش اللي حواليه. يعني بصوا معرفش بس انا هيصب علي جدا ان انا ما مستغلش الالف دوات فتوقع وقريب ان شاء الله يبفي فيديوهات تانية اختراع حاجة من القلب يعني ما يدورش. اه زي ما انتو شايفين بصوا انا بدأت اوزع بقى الوان مايكة اسود وازرق. انا ده الميكس اللي انا كنت عاوز اعمله. اللي اسود والازرق. بس الفكرة ان انا كنت عايزة. السكال نفسها والعط يبقى فيهم ابيضات او او فاتحين. فيعني ان شاني باش اكلها مورة باقترين كم بفكر احطها بالدم هنازلين من عند البقق وكان. بصوت فلاش عاك بقى. بس يعني وام وطبعا في كمان انتو ممكن تخلو الجمجم بتنور وكده. بس انا قلت يعني حتى لو خليت الجمجم بتنور. اا يعني 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 جوزة عامل بيها ايه امتى هتنور ما هي هتنور في الضلمة هو مشابه في المكتب يعني حاجات كده. المهم زي انتو شايفين انا بص وزعت الالوان الازرقات طلعت وبينت حلواوي. انا مش كنت كلها كانت في الابيض. بس يعني رحت بيتعلم وانتو طبعا كده تعلمتو فايا حدا هيجيلو موضودة وهياملو يتبقى عارف ان تبقى عارفين يعني ان اللون الابيض لو عاوزين الابيض لازم تحطو تحت الابيض المايكا ريزن الابيض. بس انتو شايفين اهو انا بلونها. وبعد كده نشقلبها بقى ونبدأ نصب فيها. يا ريت اللي لسه مشتركش في القناة بتاعتي ينزل بسرعة جدا جدا يدو سبسكرايب ويشترك في قناتي وكمام تنسوش تفعلوا الجرس وتختاروا اختيار كل علشان دايما يوصلكم كل جديد. هتختاروا كتير جدا ومشتركتوش في القناة بتاعتي. غير ان انا عندي فيديوهات مترقعة وعندي فيديوهات اختراعات. عندي كمام فيديوهات اساسيات والتفاصيل وكل حاجة سلصال حراري وريزن فان شاء الله تستفيدوا معايا. فما تكسلوش ابدا لمصلحتكم يعني. ما تكسلوش من مصلحتي اكيد. ما تكسلوش ونزلوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس وكمام شجعوني وعملوا لي لايك. تلوقتي احنا منجهز الريزن يا جماعة بتخلطوا عادي جدا. الريزن زائد المصلب بالنسبة الخاصة بالنوع بتاعكم. بتقلبوه شويش جدا جدا. ملكمش دعوة بالتصوير. التصوير سريع علشان خاطر. ما خدش من وقتكم كتير. وبعد كده انا حطيت عليه اسود مايكة. عشان بفيه برضو لمعة. وحطيت عليه اسود اكراليك علشان يتقلي لون اكتر. حل? وانا يعني الحمد لله كنت عامل حبات غمطتين جدا على اساس الاليه الحبات دول هما اللي هيكافوا الالب. وطبعا صدمت الصدمة الفزيع. اه بصوا انا كنت كل ما حط حبات روح عاملة بالولع علشان امشي البابلز. البابلز بتعمل مشاكل. يعني عارفين انا خدت باني من مشاكل دي بس ما بينتهش قوي في التصوير. الجميجم العجنيب. في جميجم عندها في سنانها آآ خروم زغنتتة. فده بيبقى ان في آآ بابل كانت موجودة وفرقات فامير فبقى في حفرة. هي مش باينة ولا فرقة لانهما ناس ميتين يعني. فبصوا يعني كل ما تعمله حتة مشو الولع. خلاص. انا فضلت بقى اعمل ريزن وحط عامل ريزن وحط ما كنتش اتخيل ابدا ان هو ياخد متينو عشرين جرام ريزن كتير جدا الصراحة. بس طبعا كله فده جوز يعني عايز. انما انا بكلمه عالبروجيكت نفسه. زي ما انتشافين هي تلوقتي نشفت وجهزت ان احنا نشيلها. بس ودي كانت ده اهم مرحلة هو ده احنا هنطلع ونشوف شكلها بعمل ازاي. فجئت طبعا هلمج ابيض بس اوكي تمام. بس حسيتها كده يعني كده رجالي اكتر او فيها وقار شوية يعني مهم ان هي الحمدلله عجبتني انا مبسطت بيها جدا وعجبتني بس كنت اتمنى ان الحاجات اللي كانت في دماغي يطلع فيها ابيضات فتحسسنا ان هو عضم الناس حقيقيا بس وده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم تنسوش تعملي لايك وكمنت واشتركوا في القناة. السلام عليكم.